اشتركوا في القناة بسيطة جدا ومش عارف اعمل ايه انا مش عايز مساعدة من حد بس نفسي اشتغل حتى لو كان عشرين ساعة في اليوم بس يبقى لي داخل ثابت انا وزوجتي والمولود انا شفت الاستاذة ايفون على التلفزيون وحياتي اشوف وحلم حياتي اشوف الشخصية ديت بحقيقية والله انا مش انني مش افكر في نفسي وحاسس بكل المعاقين في العالم ومش بس كمان في مصر بس خايف بنتي تعيش نفس الفقر اللي انا عشته يمكن رسالة صعبة شوية وقصة شوية ولكنها حقيقية جدا وهي من واحد من الاف الحالات اللي يمكن عندها مشاكل كتير جدا وهي متحدي الاعاقة او كما بنقول عنهم وهم يعني دي مش حاجة مش بتسمية صحيحة يعني المعاقين النهاردة هنتكلم عن حركة مهمة جدا جدا ولها دور فاعل اساسا وكمان مفوط حيكون لها دور اكتر كتير ان شاء الله بالدعم الاعلامي وكمان بدعم كل الهيئات النهاردة هيكون كلامنا عن معاقين ضد التهنيش ومؤسسة هذه الحركة الاستاذ ايفون الصعفراني هي معانا النهاردة صباح الخير صباح الخير الرسالة دي على الجوب بتاعكم على الفيسبوك تمام؟ هي من ضمن كذا رسالة ومن ضمن كذا حالة انتو وحضرتك بتدفعوا او بتشوفوا حقوقها معاقين ضد التهنيش ما هي هذه الحركة؟ هي حركة شعبية احنا تجمعنا اثناء الثورة في اسكندرية كنا بننزل المظاهرات عادي زي اي مواطنين عاديين ومن خلال تجمعنا مع بعض اكتشفنا ان احنا عددنا كتير جدا 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 فوق التصور مناش طبعا تعداد في الدولة الدولة عامل لنا تهميش من الالف للياء ما بتتعملش معانا كمواطنين على الاطلاق مش حتى مواطنين من الدرجة الثالثة ما فيش لنا وجود على خريطة الدولة اطلاقا فقررنا ان احنا ننشئ الحركة دي ويكون الحركة دي لها ثلاث اهداف رئيسية نمر واحد ان احنا بنطالب الحقوق القانونية للمعاقين عموما باختلاف الاعقاط تاني حاجة اعادة تصقيف المعاق بحقوقه وباعاقته اساسا لازم يعترف باعاقته تالت حاجة اعادة تصقيف المجتمع بالنظرة الايجابية للمعاق ما تبقاش نظرة المجتمع للمعاق نظرة سلبية فبدأنا في العمل فعلا على ارض الواقع ان احنا نحقق ده بدأنا نشتغل اكتشفنا ان في حركات تانية كتير جدا زي حركة معاقين ضد التهميش بدأنا كلنا نطلاقة ونشتغل على ارض الواقع لتفعيل الحقوق القانونية وصلنا لاننا نطالب بان كلنا قانون قانون ده قانون الاشخاص حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة للأسف الشديد احنا كل حلم بيحلم بيه اي مصري لازم يطلع حد يستو على الحلم ده الحلم بتاعنا ده اللي هو المفترض انه ما يبقاش حلم ده حق من حقوق المواطنة لنا كمواطنين من الدرجة الاولى في مصر وخصا بعد الثورة وعددنا حوالي 12 مليون معاق انا بقول حوالي لانه ممكن يزيد عن العدد ده كمان رقم حد ذاته صادم للناس كتير بالزبط كده فاحنا بعد ما اشتغلنا على حقوقنا القانونية وبدأنا نطالب بقانون خاص لنا وبدأنا نطالب بانشاء مجلس اعلى للمعاقين او للاشخاص ذوي الاعاقة يكون بيضم اعضاء من جميع الوزرات ويكون 75% من العاملين فيه من المعاقين ويكون امين عامل مجلس معاق للأسف الشديد تم السطو على كل اللي احنا بنعمله من الالف لليا السطو ده تم عن طريق بعض المؤسسات والجماعيات الاهلية بعض المؤسسات والجماعيات الاهلية دي اللي كانت موجودة قبل الثورة وحست بالخطر الحقيقي عليها لما المعاقين جات لهم صحوة ان احنا حطينا من ضمن آليات المجلس الاعلى للمعاقين اللي بنطالب بي ان يكون كل المعونات والميزانية الدخلة للمعاقين تكون من خلال المجلس والمجلس يكون رقيبة عليها ورقيبة على الجماعيات والمؤسسات وعلى اوجه الصرف فللأسف الشديد هم وصلين جدا جدا وبقولها علني وصلين جدا جدا لحكومة الدكتور الجنزوري فحكومة الدكتور الجنزوري فتح لهم الباب وقفل في الشنة احنا الباب طب ليه اسأل معلش اسأل سؤال طب مما ان هم موجودين وفاعلين بغض النظر يعني احنا مقول واقع زي ما انت قلت تمام لو هم موجودين وفاعلين وشغلين كده كده وعايزين هم يبقى ياخدوا البرستيج او زي ما بيقولوا ياخدوا هم الكردد سعني او كده طب ليه ما يبقاش هم تتعاون يعني انتم تتعاون هزي الجمعيات لو ما كانش هي دور فاعل يبقى لها دور فاعل من خلالكم هي للأسف الشديد لا هي الجمعيات اصلا مش عايزة يبقى لنا احنا دور نهائي على ارض الواقع ما هو دي المشكلة ان احنا المعنيين بالامر ومش بس احنا المعنيين بالامر لان احنا اصحاب الشأن لا للاتفاقيات الدولية والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر والاعلان العالمي لحقوق الاشخاص زاوي الاعاقة الصادر من الامم المتحدة عام 2006 قرر ان لكل الدول ملزمة بقى من الاشخاص زاوي الاعاقة لان حاليا اسمنا الاشخاص زاوي الاعاقة ما اسمناش زاوي الاحتياجات الخاصة لان برضو كان حرجع للنقطة دي بعد ثواني بس احنا دلوقتي الاتفاقيات دي قالت ان احنا اللي نضع الخطط والسياسات الخاصة بنا بأنفسنا ويكون التنفيذ بأنفسنا طبعا لا الحكومة عطينا فرصة ان الخطط والسياسات ان احنا نضعها بأنفسنا ولا مجلس الشعب عطينا الفرصة لده مجلس الشعب ده وصله عدة مسودات لمقترحات قوانين لحقوق الحالي لحقوق الاشخاص زاوي الاعاقة عملنا جلسة استماع واحدة فقط كانت يوم 14-2-2012 وخرجنا بتوصية أثناء المجلس ده انه حيتم عدة جلسات للاستماع لنا لمناقشة مسودات مقترحات القوانين دي لحد النهاردة ما حصلش ولا جلسة استماع والغريب والصادم بقى ان التصريحات الصدرة من لجنة حقوق الانسان في الجرايد بتقول انه تمت عدة جلسات استماع للمعاقين انا بسأل دلوقتي على الهواء وبسأل الاستاذ محمد انور السادات شخصيا حضرتك طلعلي مضبطة الجلسة اللي جان حقوق الانسان اللي بتقول ان حضرتك اجتمعت بينا ولجنة حقوق الانسان اجتمعت بينا اكتر من مرة وتمت منقشة القوانين بتاعتنا ده ما حصلش مضبطة الجلسات موجودة ما فيهاش ده وكمان التلفزيون الخاص قناة الخاص بمجلس الشعب بتسجل ده ما فيهاش ده انا بطالب بان يسبطلنا ان نتم ده تمام يمكن الكلام كتير جدا المجلس حالك زي ما انت قلت ان نتم السطوة علي او اي ان كان فهل مشروع المجلس ده متوقف حاليا بشروع المجلس انا بدعو الجميع بطالبهم ارجوكم انا دلوقتي بقى مش عايزة مساعدة لان المساعدة للأسف مساعدة عكسية كل يوم بيصدر قرار وتصريح في جريدة مش قرار تصريح في جريدة من وزير من الوزراء بان حنعمل للمعقين مثلا اخر التصريح كان لوزيرة التأمينات الاجتماعية ووزيرة الشؤون الاجتماعية قالت ان فيه معاشات للمعقين معاشات للمعقين ما عرفناش يعني ايه معاشات للمعقين هل سيادة الوزيرة هتدي معاشات ل 12 مليون معق كل من يتسم بصفة الاعاقة هتدي له معاش هل المعاشات دي هتكون معاشات للبطالة هل المعاشات دي هتكون معاشات للغير قادرين على العمل وعلى اي اساس بتمن تحددها بالزبط توجهنا توجهنا لمكاتب الشؤون الاجتماعية عايزين القرار ورقم القرار وشرح للقرار يقول لنا لمين الناس دي اللي هتاخد المعاشات اتقال باللفز في جميع المحافظات ما جات لناش حاجة بالمعنى ده ودي تصريحات جرايد وزير الصحة قال ان المصاريف او الرسوم الخاصة بالقوميسيون الطب الخاص بالسيارات المجهزة هينزل من 600 جنيه لمية جنيه توجه المعاقين لقوا ان مازالت ب600 جنيه انا مش فهمة هل احنا واخدين المعاقين لمجرد ارضاء الرأي العام لان بيتقال على حكومة الدكتور الجنزوري انها حكومة انتقالية منفزتش اي شيء وهي بالفعل منفزتش اي شيء انا دلوقتي بقولها على نيع التلفزيون ارجوكم ارجوكم ارفعوا ايديكم عن المعاقين ونوقف كل ما يخص المعاقين سواء داخل مجلس الشعب او من خلال الحكومة الانتقالية لحد ما يتم انتخاب رئيس ويبقى فيه حكومة دايما ونبدأ نشتغل على ارض الواقع ونشتغل بدون وصايت ما هو ده بقى السؤال هل الحل مثلا في وزارة خاصة هل الحل في هيئة خاصة في مجلس اعلى للمعاقين حلوة المجلس الاعلى دوت لازم يكون فيه ده اللي قلنا حتلاقي المجلس اعلى لو حتعمليه على فكرة فكرة الجماعيات الاهلية ممكن يكون فيه منها الجاية جدا بس هما شايفين هذي حدتهم او هذي منطقتهم هل ممكن يكونوا هما جزء من المجلس بالضبط ده لازم يكونوا جزء من المجلس بس احنا دلوقتي عندنا مصر عكس الاية المفروض ان الجماعيات والمؤسسات الاهلية هي دعمة للمجتمع المدني مش الحاصلة على الدعم اللي جاي للمجتمع المدني المؤسسات والمنظمات هي مع وزارة الشؤون الاجتماعية خلال ستين سنة والكلام ده انا قلته كتير جدا جدا ومحدش بيسمعلي بطلع في التلفزيون بطلع في جرايط بتكلم محدش بيسمعلي مين بقى مفوض يسمعك هذا السؤال مجلس الشعب بقول دلوقتي لتلاتة وعشرين مرشح لرئاسة الجمهورية القادمين اخطر والله او الاكتر هم بارح قالوا ان هم تلاتة وعشرين مرشح فبقول لهم ارجوكم انتم توجهوا للمعاقين الحقيقيين مش للجمعيات مش للجمعيات والمؤسسات الجمعيات والمؤسسات بتنقلكم الصورة اللي هي عايزة تنقلها عن حال المعاقين في مصر لو عددنا 12 مليون معاق او يزيد عن ذلك هل كلنا منضمين لجمعيات ومؤسسات هل انا فقد الاهلية والمعاقين فقدي الاهلية علشان تعبر عننا الجمعيات والمؤسسات وعلشان مثلا معلش انا مضطرة اقول بالاسم عشان الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح المرشح المحتمل للرئاسة عشان يتكلم عن المعاقين يتكلم مع الجمعيات والمؤسسات بقوله يا دكتور عبد المنعم ابو الفتوح انت عندك المعاقين نفسهم ليه ما بتتكلمش معنا احنا لان احنا عشان احنا بقانا سنين وسنين وسنين زي بالزبط الايتام زي بالزبط كل كده الجمعيات دي هي اللي كانت بتتولى هذا الموضوع هي دي اللاس اللي احنا بنروح لهم نقول لهم انتوا المفروض قدام المجتمع المدني على اقل انتوا المعانين بهذا لا هم مش معنيين بهذا الامر لسبب بسيط ان احنا علمونا كده واحنا علمونا غلط حضرتك ما هي دي بقى لازم ان يشتغل بقى على ده ولازم هم يتعاونوا معنا ماشي يتعاونوا معنا بس يتعاونوا معنا ازاي برضو المعاهدات الدولية قالت ان رأي المؤسسات والجمعيات الاهلية يجوز اللجوء لها كرأي استرشادي ازاي انا احلي من الاسترشادي اساسي والغي الاساسي ايه هي اهم المشاكل اللي بيعاني منها النهاردة ذوي الاعاقة والله احنا كمعاقين انا بستخدم لفظ معاقة انا بقول انا معاقة تمام وكلمة معاقة ما بتسقنش في شيء بالعكس ده وصف الحالة تمام وانا معاقة عشان انا ليه حقوق بوصفي معاقة تمام حقوقي دي بتسمى في العالم كله بالحقوق التيسرية حقوقي التيسرية دي عشان اقدر عيش زي حضرتك عشان عيش زي حضرتك محتاجة من يوم ما تولد او من يوم ما تتجيل الاعاقة لحد لما اقابل وجه كريم احصل على كل حقوقي حقوقي في التعليم حقوقي في الصحة حقوقي في المواصلات حقوقي في معاش لو انا غير قادرة على العمل حقوقي في عمل كريم حقوقي في ان المجتمع نفسه يبصلي نظرة على اني مواطن من الدرجة الاولى وده مش هيتحقق الا اذا الحكومة اتعاملت معايا كمواطن من الدرجة الاولى فاحنا دلوقتي بنقول ارجوكم اوقفوا كل ما يخص المعاقين داخل مجلس الشعب او خارج مجلس الشعب لحد لما يجينا رئيس جمهورية جديد ويكون رئيس جمهورية فاهم يعني ايه اشخاص زاوي الاعاقة عشان كده انا مصرة اتكلم على تجربة الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح مع المعاقين الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح مرافض يتعامل معانا احنا كمعاقين اجعلك تاني انا مش مدفع عنه بس انا لازم اكون دولتي زي ما قلت تاني الطرف الاخير اذا كان احنا احنا كشباب طلعنا فتحنا نينا على الدنيا نعرف ان فيك جمعيات الاهلية حضرتك بقى اعرف صحيح جمعيات المدنية ودول هما المعنيين بالملافات دي فاكيد لا هما مش معنيين بالملافات دي هما انا مش حقدر اقول عنهم انا ما بهمش دورهم لان تهميش دورهم غباء قمة الغباء الاجتماعي انما هما دورهم بالزبط شركاء بنسبة لو قلنا عليها نسبة 25% وبعدين هما مش زي ما بيتقال عليهم ان هما قائمين على شؤون الاعاقة هما ليه قائمين على شؤون الاعاقة بان يمكن هما الجهات الوحيدة اللي لها شكل يعني انا سألت حركة انا على فكرة انا دايما لما بعمل كده عشان خاطر حاليك ترد علي فأيدي موقفك مش بهاجم خالص بالعجسة هجلني وانا صح بالزبط دلوقتي الحركة الحاليك تتكلم عليها ده مثلا فيها كم واحد فيها حوالي 5000 طيب انا لما قلت لك ان هي مؤسسة تي لا هي حركة طيب الحركة تي هل هي مقر؟ لا ما انا هقول لحضرتك بقى ليه بقى احنا مصرين انها تظل حركة عشان احنا ما بناخدش دعم تمام حضرتك؟ تمام بناخدش دعم من خلال ان احنا ما بناخدش دعم بنوصل رسالة للحكومة بنوصل رسالة للجامعيات احنا قمنا بدور بجزء ان الدور اللي انتو بتعملوه بالمطالبة بالحقوق القانونية للمعاق بقعادة تصقيف المعاق من غير ما نقول هات من غير ما ناخد حاجة من حال نزلنا للمعاق على القهوة وقلنا له انت حقك كذا وكذا وكذا نزلنا له في العشوائيات وقلنا له قلنا له ما تروحش الجامعية اللي بتدرج اسمك عندها وفي النهاية انت حقك عندها شيء واحد فقط لغير كيس رز وكيس زيت زي التوقف بتاع الجامعيات التموينية مش الجامعيات التموينية زي التوجه parece الأحزاب الدينية اه ايوه زي توجه الأحزاب الدينية ده ليش حق المواتن هو بياخد على اساسك الكرادت وخور كذا والمعاونات ايوه وبيديكي انا ده مش حقي انا حقي عند الدولة مش عند الجامعيات الاهلية مفهود ان الموازناء اللي بتقرر للمعاقين والمعونات الي جاية طبقاً للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر دي تكون اللي بتدخل للدولة من الألف للياء عشان تقدم لي تطوير من الألف للياء الأخ اللي قال إنه هو مش لقي عمل مش لقي عمل بسبب إيه مش لقي عمل بسبب إن فيه قانون اللي عمل بيقر نسبة الخمسة في المائة طبعاً دي العقوبة عدم تنفيذها إيه دعاً الورق عقوبة عدم تنفيذها إيه غرامة ميد جنيه صاحب العمل بيفضل يدفع الغرامة على إنه يشغل معاق لإنه هو شايف إن المعاق ده شيء مشين وجوده في العمل شيء مشين رغم إن المصانع الكبرى اللي بتشغل أجانب وبقولها على مسئوليتي اللي بتشغل أجانب أول ما بيجي لها تفتيش من الجهة الأجنبية بتسألها هل أنت نفزتي نسبة الخمسة في المائة المقررة في القانون المصري هل بياخد نفس المرتب اللي بياخده الموظف اللي بيقدي نفس العمل تمام وهل بيمنفزه فعلاً طبعاً لأن لو منفزت ده حيتسحب منه العمل دي زي مثلاً هي زي الشركات المالتي ناشنل اللي هي شغالة في مصر حالياً بالزبط طيب سريعاً جداً هل الحركة دي زي ما قلنا تاني مثلاً واحد زي دكتور عبد المنعم وفتوح هو لما جي تكلم ما لقاش شيء لكيان غير الجمعية دي الحركة فاعلة وتمام وشغالة أنا ما بتكلمش عن حركة معقيدة دي كل حركات المماثلة دلوقتي دكتور عبد المنعم أو أي مرشح آخر أي مرشح آخر إحنا دلوقتي بنقول لكم بنقول لهم كلهم أنتوا توجهو لنا إحنا توجهو لنا إحنا الدكتور السيد عمري موسى في النهاية توجه لنا إحنا عمل لنا لقاء إحنا في حاجة بتسمى دلوقتي بيسموها أنا رفض التسمية بيسموها نشاطاء المعاقين سمونا زي ما تسمونا أنا مش حبقى نشيط لإني بطالب بحقي ما نسمينيش نشيط لاني بطالب بحقي بس اذا كنت شايفني نشيط فسميني نشيط السيد عمرو موسى بدأ بمبادرة رائعة وانا مش بقول ان انا مؤيداء كمرشح لكن هو بدأ بمبادرة رائعة جمعنا كنشطاء وقعد معنا سمع مننا احنا كمصريين معاقين محتاجين ايه في برنامجه عشان يحطوا برنامجه ليه مش كل المرشحين يعملوا ده احنا فيه نقطة مهمة جدا ليه تم اغفالنا بسريعة جدا في الجامعية التأسيسية للدستور رغم ان احنا طالبنا اننا نشارك فيها هل برضو الجامعية التأسيسية للدستور شايفانا ان احنا خارج خطة المصريين لا احنا شايف ناس كتير بتاع خارج خطة المصريين فيعني ملاش مستنكرم الجامعية التأسيسية للدستور اه لا بحسنا جامعية التأسيسية للدستور شايفت ناس كتير جدا يعني خارج الخريطة اصلا انا مصرة على حقي فاني حشارك في وضع الدستور داخل الجامعية التأسيسية الرسمية أو اللي بيقال عليها رسمية أو خارجها فخلونا نشارك داخلها بدل ما نشارك خارجها نتمنى أنا عارفة أن وقات البرنامج دايق هقول بسرعة جدا يا سادة يا أعضاء مجلس الشعب لجنة حقوق الإنسان ولجنة الشؤون الدينية اللي بتناقشوا النهاردة القوانين مشروع قانون الأشخاص دوي الإعاقة ومنعتونا من الحضور بنقشوا النهاردة النهاردة بينهم وبين بعض عدم حضورنا وبينقشوا في عدم حضورنا حتى لو أقرتوه داخلتوه اللجنة التشريعية إحنا هنرفضه وحنرفع دعوة بعدم دستوريته وإذا وصل الأمر لأننا نخرج الأمر خارج مصر إنتوا اللي هتضطرونا لأننا نعمل ده ويجعل في قوله في الآخر أجندة ومنظمة أيوة ومنظمة أستاذ إيفون السعفراني صاحبة أو مؤسسة حركة معاقين ضد التهميش أعتقد ده ملف ما ينفعلوش فقرة ده لازم يبقى فيه حلقة أو يعني يبقى فيه موضوع كامل عليه إحنا هنتابع محارتك بخير نهارك سعيد لتتطورات في هذا الموضوع إن شاء الله في خلال مفروض مفروض يعني خلال شهرين كتير أو يكون عندنا رئيس هذا الرئيس هتتوجهوله بهذه المكترحات وهذه المشاكل ويبقى فيه عملية أعادة تنظيم بقى إن الجماعيات مش وحشة برضو وفي عبس وقت إن شاعدين مش وحشين فلازم كله يتكتف إن في الآخر لهدف واحد نتكتف بس نكون إحنا الأساس صحيح صحيح بالشأن دايما هو الأساس صحيح أعتقد إن الفكرة مفصلة نفسها مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع تاني افتكروا إن إحنا معيش فيه ناس تاني عاشين معنا والناس دي لها نفس الحقوق حالي كمان